موسيقى العراق أرض الحضارات ومنبع الأديان السماوية كان العراق وما زال مثالا للتعايش السلمي ومثالا للتناغم الودي بين أطيافه ومكوناته الدينية والمذهبية والاجتماعية فنجد في تكوينة شعب العراق تنوع الكبير في تشكيلة مكوناته ومن جميع الجوانب إذ يحتوي القوميات المختلفة كالعربي والكردي والتركماني وحتى الأعجمي ويحتوي من الأديان المختلفة كثير منها الديانة الإسلامية والديانة المسيحية والديانة اليهودية والصابئية والأيزيدية والبهائية وتنوعت فيه المذاهب المختلفة فمنها المذاهب الإسلامية وانقسمت المذاهب الإسلامية إلى عدة أقسام منها الجعفرية والشافعية والحمبلية والحنفية والمالكية ولم يختلف الحال مع الديانة المسيحية فتعددت الطوائف المسيحية وانقسمت إلى الكاثوليك والأرثذوكس والبروتستانت ويحتوي أيضا على أقسام متنوعة بحسب التنوع الجغرافي والحضاري المنتشرة من خلالها ومن هذه الطوائف الكلدان والسريان والآشوريين والأرمن والروم والإنجيليين وهكذا هو الحال مع جميع التنوعات الدينية المختلفة كما نجد التنوع العرقي موجود في المجتمع فمنهم بالبشرة البيضاء ومنهم بالبشرة السوداء ومنهم ما بين هذا وذاك ليتلون بالسمرة أو اللون الحنطي كما يلاحظ التنوع الاجتماعي باختلاف المهن التي كان يزاولونها من الزراعة والصناعة والأعمال الحرفية والطب والثقافة وما غيرها بهذا التنوع المختلف صنع العراق بشعبه أروع لوحة فسيف سائن عرفتها الشعوب وأنموذجا يوصف بالرقي ليظهر للعالم بألوانه الزاهية فإن تعايش الديني في العراق لم يكن حديثاً وإنما قديماً منذ قدم العراق ومنذ قدم حضاراته ومنذ نشأته الأولى منذ ألاف السنين حيث كانت تعيش طبقات المجتمع العراقي مع بعضها البعض في ود وفي سلام وفي وآمن في جميع شرائحها الاجتماعية وكانت هذه الطبقات الاجتماعية بل كانت هذه الطبقات الدينية المختلفة سواء كانت منها المسلمين بصنوفها المذهبية السنة والشيعة أو المسيحية أو الصابئة والمسيحي كما معروف هي أنواع أيضاً منهم السريان منهم الكاثوليك منهم الأرمان واليهود كانوا كذلك في العراق فترة طويلة قد عاشوا في العراق ولكن بعد فترة قد هاجروا من العراق بسبب ظروف الحرب مع فلسطين واليهود التي نشبت في سنة 1948 ومعدها هذه الطبقات الاجتماعية والدينية التي كانت تعيش في العراق كانت تعيش في كما نقول في ود ووئام وسلام كانت لديها علاقات مع بعضها البعض تربطها فيما بينها منذ نشأة الصغر سواء كان في إراضي الأطفال أو في المدارس الابتدائية أو في المتوسطي أو في الثانوية كلهم في مراحل المتقدمة عايشين سواء مع الجامعات أيضا لا يوجد فيهم فرق حتى كانوا يذهبون إلى المعاتم التي تنصف في أيام عاشرة ومحرم الحرام وفي شهر رمضان إذا طبعا موت السيد المسيح وصل به وقيامته من الموت قبل صعودي للسماء أوصى تلاميذه قائلا اذهبوا وتلاميذوا جميع الأمم ومعامدوهم باسم الآب والإبن والروح القدس فمن هذا المنطق ذهب تلاميذ السيد المسيح والحواريين كلهم إلى منطقة معينة في العالم قسم الأوروبا وقسم الأفريقيا وقسم الآخر للآسيا ومن ضمن العراق فجاء إلى هذه الأرض المباركة المقدسة العراق مارتومة الرسول وأيضا مارآدي ومارآجي حيث نشروا الإيمان المسيحي في أرجاء هذه الأرض الطيبة وانتشرت المسيحية في جنوب وشمال العراق ومن هنا كثرت الكنائس والأديرة وامتلأت بألوف الرهبان في كافة أرجاء العراق تقريبا طبعا كثير من الكنائس نتيجة العوامل الزمنية وعوامل وظروف أخرى مندثرت ككنائس حجرية كأبنية كهياكل ولكن الآن في هذه المحافظة العزيزة البصرة أقدم كنيسة موجودة يعني طبعا ككنائس مندثرة غير مكتشفة لكن موجودة الآن أقدم كنيسة هي كنيسة الأرمن الأرثولوكس ترجع إلى القرن الثامن عشر وأيضا بعض الكنائس كنيسة الكلدان وكنائس أخرى لكن أكيد تأثير النسيحي كان مستمرا عبر هذه القرون الطوال 2000 عام التأثير المسيحي الثقافي حتى الأخلاقي مستمر والتفاعل بين أبنائه وأبناء جميع الأديان الأخرى موجود والتلاقح دائما كان فعالا في هذه المنطقة وفي هذا البلد العزيز وفي هذه المحافظة وحتى نجد بعض الأسماء هنا مثلا منطقة الدير المناطق أخرى هي تعود إلى أصول نسيحية أساسا كانت فيما مضى أماكن للعبادة للرب حيث تدلى الصلوات والقداديس والطقوس والشعائر المسيحية وحيث ينتظم الشعب النسيحي في هذه الأماكن للعبادة ليتمجد اسم الرب دائما بسم الحيي العظيم نحن كطائفة صابة مندائيين في البصرة خصوصا وفي العراق عموما من الطواف أو المكونات الأساسية في بلدنا العراق طائفة نيلها دور كبير ومساهمات في بناء دولة العراق نستشد بإحداها بالدكتور عبد الجبار عبد الله اللي كان من مؤسسي جامعة بغداد وغيره من الرواد الذي ساموا في بناء هذه الدولة العراقية العزيزة على قلوبنا وجود طائفة الصابة المندائيين في العراق وجود تاريخي يمتد إلى عماق التاريخ من زمن البابلين أو ما سبقهم كما تشيروا الاكتشافات التي وجدت مؤخرا العراق أحباه الله بوجود الأنبياء وجدوا في أرض العراق وهذا الوجود حكمة من رب العالمين لجعل التأخي والتصافي فيما بين أفراد الشعب وما وجودنا إلى هذا اليوم إلا دليل على أن هناك تعالف ومحبة واحترام بين الأغلبية لنقل الأغلبية من أخواننا المسلمين وكوننا مكون من الأقلية هناك مشتركات دينية بيننا سواء بين المسلمين وبيننا بين المسيحيين وبيننا أو كل حالات الثلاثة نتشارك بالأفراح نلاحظ أنه المعبد هنا بالبصرة عندما تحدث مناسبة دينية نلاحظ أن الجميع على كافة المستويات يهنؤوننا بهذه المناسبة وإذا حدث مكروه يواسلوننا بهذا ويعزوننا ويساهمون معنا ويقفون معنا بكل إخلاص ترجمة نانسي قنقر ولو وضعنا محافظة البصرة تحت عدستنا لأدركنا مدى التناغم الذي تعيشه مكوناتها ومدى التحابب والتعايش السلمي الذي توارثه أبناؤها منذ قديم الزمان وعلى الرغم مما أصاب العراق عموما والبصرة خصوصا من مآس ومحاولات لترويج الطائفية والتعددية بين أطياف شعبها إلا أنها لا تزال تذكر بطيبة أهل البصرة وكرم وحسن ضيافة ساكنيها بتصديهم للمحن والوقوف جنبا إلى جنب في الشدائد بغض النظر عن الاختلاف القومي أو الديني أو الاجتماعي فيما بينهم وخير دليل على ذلك تبادل الاحترام ومشاركة الغير المناسبات الدينية فيعم الفرح في الأعياد جميع العراقيين ويتشاركون الموائد كما يتبادلون الزيارات والحديث وأوقات السمر كلما سنحت الفرصة ويؤازرون إخوتهم في الأحزان والمناسبات الحزينة بالمواسات والتعازي مبتعدين عن روح الطائفية ويمارسون حرية الفكر والعقيدة إن شعب البصرة هو شعب متطلع مثقف ومتطور وإن أشابته بعض الجماعات الجاهلة القادمة من الخارج بفكر تكفيري سقيم لكن لن يرضخ له طالما هناك صوت يداعي بالغير على الوطن العزيز عراق العظيم لا يوجد فرق كان بين مسلم ومسيحي وصابي وكلها كانت تعيش في عيشة سلام ومحبة تربطها رابطة وهذا النسيج الاجتماعي الذي كان يعيش في العراق هو منشع الأساس واحد وهو الوطن كانوا حبهم للوطن وكانوا حبهم للعراق هو الهدف الرئيسي والهدف الوحيد الذي كان يربطهم فيه الأسر الاجتماعية تتبادل فيما بينها حتى في العياد لدينا العياد المسيحيين في بداية السنة الميلادية يعملون كليتشا ويعملون بقلاوة وحلويات يعطون لإخوان المسلمين ونحن في عياد المسلمين في عيد الفطر وفي عيد الأضحى عندما نعمل في عيادنا أيضا نبادلهم ونعطونهم من حلوياتنا ومن بقلاوتنا ومن الكليتشا اللي نسويها فكان هكذا حتى في أيام رمضان عندما نعد مائدة الاخطار ونطبخ الهريسة ونطبخ المحلبية ونطبخ نعطي للجيران ولو كانوا مسيحيين ولو لم يكنوا صائمين أيضا نبادلهم ويبادلوننا هذا كان ود مشترك بيننا كانت للرابطة الاجتماعية كما أشرنا العراق هو هدفنا والوطن الذي كان يربطنا رابطة الوطن رابطة العراق وهذه كانت في كل أنحاء العراق يعني هذا التعايش الديني والتعايش السلمي معروف بين سائر البلدان العراق الوحيد يتميز به من شمال الموصل حتى جنوب الفارق بناء على وصية الكتاب المقدس الموحب من الله يوصي المؤمنين المسيحيين قائلا على حسب بطاقتكم سالموا جميع الناس بناء على هذا الوصية ووصايا أخرى تحضع المحبة والألفة والمواطنة وحب الوطن والإخلاص للرؤساء والمسؤولين وللجميع خضع المسيحيون عبر تاريخهم وأيضا في وقتنا الحاضر أيضا خضع لهذه الوصية بكل محبة وكل إيمان حيث أحب الجميع إخوانهم في الوطن وشركائهم في هذا البلد العراق العزيز وفي هذه المحافظة البصرة طبعا من الإخوان المسلمين وأيضا الصابية وكل أديانات الأخرى الموجودة في هذا البلد مكونات الجميلة والرائعة وكونوا مجتمعا يمتاز بالألفة والحب والتسامح لهذا نجد العلاقات بين أبناء هذه الأديان علاقات تمتاز بالحب والتسامح تجاه بعضهم البعض وأيضا رغم الظروف التي يمر أو مر بها بلدنا العزيز والتي اضطرت الكثيرين من الأبناء للديانة النسيحية خصوصا إلى مغادرة وهجرة هذا البلد العزيز إلى أن كثيرا منهم يحن إلى العودة إلى أرض هذا الوطن البلد الغالي والجميع يصلي بنعمق القلب والنفس أن تعود الأمور إلى مجاريها وأن يعمل السلام الدائم في هذا البلد لكيما يتقدم نحو الأمام ويصل إلى ما وصلت إليه الكثير من الأمم المتقدمة بالعلم والتطور والثقافة وهذا التعالف حباه الله لمحافظة البصرة نلاحظ أنها محافظة هذه مستقرة آمنة لم يمسها ضرر أو سوء نحمد الله ونشكره على هذا الأمر بعض الاختلافات في الرؤى وليس خلافات وهذا طبيعة البشر أنه يتفق ويختلف ولكن ليس هناك نزاع ولا نصل لحد النزاع إن شاء الله سبقا طرحت أنه يكون تشارك وتواصل من أخواننا المسلمين إضافة نحن في المناسبات الدينية نساهم ولا سيما في ذكرى باقعة الطفع شراء نساهم في مساهمات معنوية ليخواننا المسلمين بهذه الذكرة التي تؤلم المسلمين جميعا بالأعياد وخاصة أن نحن مقبلين على عيد الفطر المبارك أهمنا دور مسامة بالتهنية ليخواننا من كافة المستويات مستويات سواء الدينية أو الشعبية أو الاجتماعية أو السياسية الحضور مشترك ومتواصل بالنسبة للديانة المندائية والعفو بين إخوان المندائين والإخوان المسلمين وكذلك الإخوان المسيح كافة كنائسهم سواء الكلدانة أو السريان أو الآشورين وكافة المسميات المشاركة هذه دليل المحبة والألفة دليل التآخي أما اختلاف هذا فتنة من الخارج لن نرتضيها ولن نقبلها ولن نستمع عليها لأن العراق عاش بتواصل مستمر ومحبة ومعمونة ولكن البصرة تمتاز بصفة أخرى إضافية وهي صفة تعدد الأديان في هذه المنطقة منطقة البصرة بسبب وجود الميناء البصرة بسبب قدم هذه المدينة وتأسيسها مدينة تاريخية البصرة تأسست يعني الإسلام دخل فيها منذ فتحات العصر الأول فتحات البصرة وتأسست البصرة في السنة الأولى من الهجرة النبوية الشريفة وهكذا تعددت عليها الحكام المسلمين فيها ووجود ميناء مفتوح في البصرة وتأسيس شركة النفط في ذلك الوقت أدت إلى تعايش مختلف الأديان ومختلف أيضا القوميات لدينا أيضا كانوا أكرادئة للعراق لأعملوا في ميناء الفاو وميناء البصرة وميناء المعقل وشركات الموجودة كانت كذلك تؤثر في قضية التعايش السلمي وتعايش الديني الموجود وتعدد الأديان في هذه المحافظة ننشد من جميع أخواننا المسلمين وجميع الأديان الأخرى سواء صابئة سواء مسيحيين مختلف قومياتهم سواء حتى اليهود الذين بقوا في العراق أن يكونوا رابطتهم للعراق يكون تواددهم في هذا البلد ويكون نسجهم الاجتماعي المشترك الذي كان منذ قدم الزمان يبقى موحدا يبقى متآصلا يبقى كما نقول بكلمة واحدة كلمة أخوة وكلمة الإنسانية التي تجمعنا وحدة الدم وحدة التعايش في هذا البلد المترابط في جميع أنحاء الأرجاء العراقية نسأل الله لنا ولكم التوفيق إذن فنحن في تواصل دائما مع إخواننا المسلمين والصابعة وحتى اليزيدين في الشمال طبعا علاقات مستمرة زيارات في العياد حتى كثير من أبناء الديانة الإسلامية الأحباء يأتون كثيرا إلى هذه الكنيسة والكنائس الأخرى ليقدموا طلباتهم وتضرعاتهم لسيد العذراء لكي ما تحقق لهم طلباتهم ونذورهم فإذن مسألة التلاحم هي موجودة ونتمنى أن تبرد عناصر التباعد وتزداد الألفة والمحبة أكثر نحو التسامح الديني وقبول الآخر حتى يشعر الجميع أن هذا هو بلدهم مسيحيين كانوا أم مسلمين أم صابع أم يزيديين مدى الدهر إن شاء الله أذكر لك حالة أنه في منطقة الجمهورية في البصرة هناك محلة كانت سماعة محلة الصابع كانت تعاون والأخواننا المسلمين لحد الآن يستشهدون في هذه المحلة والناس اللي بيها على مستوى العمل ماكو تمييز لحد الآن ماكو تمييز بأنه كونك مسيح أو كونك صابي أو كونك مسلم وهذا أفضل على هذه لا ما جاي نلاحظ هذه نهائيا بتاتا مستوى التعامل ويالناس هذه الناس الطيبة البسطاء في الشارع البصري ناس محبة وأخلاق عالية زرعت في نفسهم هذه المحبة عن طريق التواصل والآخر يقبل بالآخر التعايش السلمي اللي نعيشه في محافظة البصرة بين المكونات الثلاثة اللي هي الصابقة والمسيح والمسلمين تعايش أخوان بدون تفرقة تلاحظ زياراتنا وزيارات المعاكسة من أخوان المسيحيين وبياناتنا من مناسبات زيارات خاصة تفقدية مثل ما يقولون يعني متحاور بياناتنا في بعض الأمور خصة الطائفتين هذه التحاور لأن نؤمن بالعراق العراق للجميع ليس لمكون واحد وكان أغلبية أو كان أقلية فهو يجب أن يكون للجميع لأن كل إنسان عراقي شريف ضحل هذا البلد على مدى التاريخ من ساهم في بناء هذه الدولة العراقية من زرع في هذه الأرض الطيبة من أطعم الناس ما حد يسأل من زرع ومن صنع الكل ساهمه وإحنا أبناء هذا الوطن علينا حقوق والنواجبات وهذا بلدنا وبلد أجدادنا بلد التعاون المجتمع نشوفه الآن بالنسبة لك وإشت نظري وإشت نظر طائفتي إنه امتاز العراق وشعب العراق بصفة حلوة وحميدة إنه شعب متعايش شعب يؤمن إنه العراق واحد شعب يؤمن إنه العراق للجميع وليس لفرد أو لطائفة أو لمكون ونحمد الله على هذه النظرة المجتكة ونأمل إنه هذه النظرة تستمر والدوم وإن شاء الله ما يفرقنا أي عامل خارجي يدخل بيناتنا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر